السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي اه في الله في فيديو اه جديد قبل ان ابدأ الفيديو لا تبخلوا عليه بالاشتراك في القناة عبر النقر على الزر الاحمر هنا وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد على قناتي. اصدقائي الكرام هناك تحديث جديد في موقع حول طريقة الدفع لذلك اليوم سوف اشرح لكم طريقة حل المشكلة للتحديث الجديد للدفع لكن قبل ذلك هناك العديد من الاسئلة واصلتني يقولون لي لم يتم قبولي وهناك مشكلة في القبول في الموقع لكن صديقي الكريم المشكلة بسيط جدا. انت ما عليك فقط ان تقوم بفتح الحاسوب او الهاتف الخاص بك. تقوم بالدخول الى الرابط الذي اضعه لك اسفل الفيديو. لماذا? لماذا تدخل الى الرابط الذي سوف اضعه لك اسفل الفيديو? لان الموقع لا يقبلك اذا قمت بالدخول مباشرة من جوجل كتبت قمت بكتابة هكذا. وقمت بالدخول مباشرة الى الموقع بهذه الطريقة لم يتم قبولك. الموقع يقول لك نقبلك فقط من رابط احالة. اذا كنت لا تريد التشجيل من رابط الاحالة الخاصة به قم بالدخول الى اي موقع ا او اي قناة اخرى وقم بالتشجيل من رابط الاحالة لذلك اشخص. اه قم بالنقر على سين اوب بعد الدخول الى الرابط الخاص باسفل الفيديو. فما تقوم بامناء البيانات الخاصة بك بسهولة. اسمك اللقب اه البلد الخاص بك. تختار البلد الخاص بك من هنا. تقوم بكتابة التي تسكن بها. مثلا على سبيل المفال خمسة وخمسون. انت تسكن اه رقم المنزل الخاص بك. مثلا خمسة وخمسون. تقوم بكتابة العنوان السكن الموجود في بطاقة لهوية الخاصة بك. بعد ذلك تقوم ب نقوم بكتابة اه معلومات عشوائية على سبيل المفال. بهذا الشكل. نقوم باختيار البلد. انت تقوم بكتابة المعلومات الصحيحة الخاصة بك. اسمك واللقب. تقوم باختيار البلد. كما قلت لكم تختار تقوم بكتابة العنوان البريج. عنوان السكن الخاص بك. هنا تقوم باختيار المدينة. المدينة التي تسكن بها. تقوم باختيار المدينة هنا ايضا المدينة. السيتي. هنا تقوم باختيار Zip Code أي الترقيم البريدي الخاص ببلدك ثم تنقل على Next المدينة الخاص بك عفوا هنا الترقيم البريدي الخاص بالمدينة التي تسكن بها ثم Next بعد ذلك تقوم بكتابة الإيميل الخاص بك إذا نسيت الإيميل تقوم بالدخول باليوزرنايم تقوم بكتابة يوزرنايم على سبيل المفال هكذا اسمك ومعه بعض الأرقام ثم تقوم بكتابة كلمة مرور وتمغافق على الشروط وتنقل على جسويني بأن روبوت وتنقل على Submate تقوم بإملاء كما تشاهدون هنا يقول لك هنا نقوم بالتخطي ثم تنقل على Verify تختار الأشجار ثم تنقل على تختار تقوم بإملاء البيان الخاصة بجسويني بأن روبوت وتقوم بعد ذلك بالموافقة على الشروط هنا وتقوم بالنقل على Submate يصل كإيميل على البريد الإلكتروني الذي قمت بإفافته تقوم بالموافقة confirm من الإيميل بعد ذلك خمسة ساعات سبعة ساعات سوف يتم قبولك بسهولة جدا كما قلت لكم الطريقة سهلة جدا الآن أريكم أدخل إلى الحساب حتى أريكم الآن أدخل إلى الحساب حتى أريكم Login ثم أقوم بالدخول إلى الحساب هذا الحساب هو حساب فقط حساب وهمي حتى أشرح لكم به شاهدوا معي شاهدوا هذا الحساب فقط حساب للشرح فقط استعمله للشرحات فقط تنقل على هنا ثم تنقل على Payment هنا الدفع هنا التحديف الجديد كما تشاهدون هنا التحديف الجديد للدفع هنا كل ما عليك فقط أن تنقل على Add Edit هنا تنقل عليها يمكنك استعمال الهاتف أنا قمت بإملاء البيانات الخاصة من خلال الهاتف شاهدوا معي هنا تقوم بالنقر على عندي فيديال هنا شخصي أنا كشخص وليست شركة تنقر على هنا هذا الخيار سوف تجد الإيميل الخاص بك تقوم بإضافة رقم الهاتف تقوم بإضافة رقم هاتف آآ هذا الرقم عشوائي عشوائي ليس رقمي عشوائي أنا هذا الحساب فقط حساب تجريبي حتى أشرح لكم عليه رقم هاتف فما تقوم بكتابة اسمك اسمك الفرس نايم اسمك الميد آآ هنا اللقب تجد اللقب هنا اسم هذا الحساب اسمه اسميته الزينة واللقب كما تشاهدون هنا تجده هنا العنوان السكن كل شيء تجده آآ كما قمت بكتابته سابقا عندما قمت بالتشجيل في الموقع هنا البرف داي تقوم بعمل آآ البرف داي يعني تاريخ الميلاد الخاص بك تاريخ الميلاد تقوم باختيار تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد عفوا هنا تختار الشهر من هنا تختار اليوم الذي ولدت فيه والعام الذي ولدت فيه المدينة التي ولدت بها البلد الذي ولدت به تقوم باختيار بلدي كامل هنا تقوم باملاء البيانات الشخصية الخاصة بك كما قلت لكم هنا فما تنقل على نيكست هنا تقوم بإضافة الوسيلة الدفع الخاصة بك تقوم باختيار اما البايبال ام وين اه ترانسفير اي تحويل البنكي هنا تختار البايبال من اه الافضل ان تقوم باختيار البايبال اذا كنت تريد ان تقوم بالتحويل البنكي اه يمكنك ايضافة السوفت كود اسم البنك اه العنوان البنك اه هنا الزيب كود الخاص بالبنك كل شيء اه اقل اه منيمو اه اي اه الحد الادنى اللي ادفع لي الوير اه ترونسفير هي اه تلاف ومائة دولار اما البيبال خمسون دولار تختار البيبال من هنا انا افضل البيبال فما تختار عملة البيبال الخاص بك الدولار على سبيل المثال تقوم باختيار الايميل الخاص بالبيبال الخاص بك هنا تقوم باضافة الايميل الخاص بالبيبال الخاص بك تقوم بكتابة اسم الايميل الخاص بالبيبال وتقوم بكتابة اسم البايبال واللقب الخاص الموجود على البايبال الاسم الموجود على البايبال واللقب الموجود على البايبال كما قلت هنا يقول لك ادخل اسم البايبال واللقب الموجود للمعلومات الخاصة بالبيبال. فما تنقل على اي اغري. اه اقوم باضافة البيبال واعود اليكم. اه بعد اضافتك الاسمك واللقب الخاص بالبيبال الموجودين على البيبال الاسم الخاص بالاه الموجود على البيبال واللقب الموجود على البيبال تقوم بالنقل على next. كما تشاهدون تم الموافقة بنجاح يعني ان اه يعني ان البيبال اسم البيبال اه واللقب موجودين بالفعل. اه كما تشاهدون الان تنقل علي اه عفوا هنا اه تنبفق معك ناشف بهذا الشكل. هنا اذا كنت تعيش في امريكا اذا كنت تعيش في امريكا. تقوم بالنقل على هنا. على هنا. بالنسبة اذا كنت اه صديقي الكريم اه اه شخص تعمل فقط اه شخص مفلي مفلكا. مثلا تعمل على الموقع فقط اه كناشر. تقوم بتريد ارذبح من الموقع فقط. دخلت ارذبح من الموقع. تقوم باختيار هذا اه هذا الخيار. الخيار الاول. اذا كنت هنا يعني انك اه تقوم بالترويج الى اه التطبيقات عبر هذا العبر هذا الموقع. من خارج امريكا هنا نوع اما نوع اي اس اي. اه يعني انك من خارج امريكا. هنا خاص بالامريكيين. هذا الخيار خاص بالامريكيين الذين يسكنون في امريكا. وهنا الخاص اه يعني ان اه انك لا تعيش في امريكا وتعمل على الموقع فقط لرذبح من خلال الموقع فقط. تقوم باختيار هذا الخيار. اذا كنت اه تعمل اه يعني انك تقوم بعمل من خارج امريكا وتعمل اه شركة انك شركة تعمل داخل هذا الموقع من اجل نشر التطبيقات الخاصة بك او الموقع الخاص بك في داخل الموقع. لرذبح تقوم ب اه اختيار هذا الخيار ونحن نعمل فقط في الموقع الذي رضيبه نقوم باختيار هذا الخيار الخيار الاول نقوم باختيار الخيار الاول ثم تنقل على complete كما تشاهدون تنبفق معك نافي بهذا الشكل تقوم باختيار هذا الخيار ثم تقوم بكتابة اسمك واللقب هنا فقط اسمك واللقب انا اقوم باملاء معلومات عشوائية هنا يقول لي قم بكتابة اسمك واللقب الصحيح في الحساب الموجودين في الحساب اقوم بكتابتهم ثم انقل على submate كما تشاهدون الان اقوم باملاء البيانات هنا تقوم بكتابة كل شيء الاسم الخاص بك هنا واللقب الموجودين على الحساب كما قلت لكم الموجودين على الحساب لا تقوم باملاء بيانات عشوائية قم باملاء المعلومات الصحيحة الموجودة على الحساب الخاص بك التي قمت بالتشجيل بها هنا تقوم باختيار البلد من جديد هنا تقوم بكتابة اسمك واللقب هنا تقوم باختيار البلد من جديد هنا تقوم باختيار البلد من جديد هنا تنقر على هذا الخيار حتى يتم اضافة المعلومات الخاص التي قمت بالتشجيل بها في الحساب مباشرة يتم اضافتها مباشرة حتى لا تقوم باعادة كتابة كل شيء من جديد هنا تختار البلد من جديد البلد تونس تقوم بالنقر على هذا الخيار من جديد حتى يتم اضافة المعلومات الخاصة بك حتى يتم اضافة المعلومات التي قمت بالتشجيل بها من قبل مباشرة ثم تنقر على continue بعد ذلك تنبفق مع كنافذة بهذا الشكل تتركها فارغة هذا فقط خاصة بالامريكيين تنقر على continue لا يهمنا نحن هنا تختار البلد تختار البلد ثم تنقر على continue هنا تنقر على continue توافق على الشروط هنا كل الشروط توافق عليها تقوم بكتابة اسمك هنا واللقب اسمك واللقب الذي تسجلت به داخل الموقع تقوم بكتابة البريد الخاص بحسابك تقوم بكتابته هنا بعد ذلك تنقر على السببات هنا تمت العملية بنجاح كما تشاهدون تمت العملية بنجاح الآن أصبحت المعلومات الخاصة بناء قمنا بإضافة المعلومات الدفعة الخاصة بناء التي سوف نستلم عليها أرباح هنا شاهدوا معي عندما ننقر على هنا نعود إلى الخانة التي نجد فيها أرباح هنا ننقر على view هنا سوف نجد وبيبال وتم كل شيء والوقت التي قمنا بإضافة الذي قمنا بإضافة المعلومات السحب الخاصة بناء قمنا بإضافة حتى نستلم عليه أرباح هنا كل شيء تم بنجاح هنا أصبحت من هنا التي تجد فيها الأرباح التي قمت بصحبها أصبحت من هنا ليس لدي أي أرباح على هذا الموقع الآن ليس لدي أي أرباح هنا تجد الدفعات التي تم دفعها كامل هنا هنا الأعدادات الخاصة بالحساب عندما تنقل على هنا click here click here سوف تجد أنه تم إضافة الوسيلة الجديدة التي سوف تستلم عليها أرباحك كما تشاهدون الوسيلة التي قمنا بإضافتها هذا البايبال القديم الذي كنت استعمله وهنا البايونير وهنا الوسيلة الجديدة التي سوف أستلم عليها أرباح هنا تفاعل هذا الخيار إذا كنت لا تجده بهذا الشكل تفاعله وتنقل على save setting كما تشاهدون حتى تصلك حتى يتم سحب أرباحك أوتوماتيكيا يتم سحب أرباحك عفوا يتم يتم استلام أموالك مباشرة حتى تستلم أموالك مباشرة عندما تفاعل هذا الخيار يتم إرسالك أموالك مباشرة عندما تصل إلى الحد الأدنى الذي قمت بكتابته هنا يمكنك كتابة خمسون دولار الحد الأدنى هو خمسون دولار للبيبال تقوم بكتابة خمسون دولار ثم تنقل على save setting عندما تصل إلى خمسون دولار مباشرة يوم ليلة السبت الموافقة مع يوم الأحد يتم إضافة أموالك في المراجعة ويوم الأخميس إن شاء الله تتوصل بأرباحك أو الجمعة يوم الخميس أو الجمعة تتوصل إلى أرباحك تتوصل بأرباحك إلى البيبال كما قلت لكم تفعل هذا الخيار وتنقل على save setting وتقوم بإضافة المبلغ الذي تريد عندما تصل مثلا تريد أن تصل مثلا إلى ألف دولار ويتم إرسال لك أموالك أو إذا كنت تريد أن تصل إلى المئة دولار ويتم إرسال لك أموالك كما تشاء المهم أنك فوق الخمسون دولار تكتب دائما فوق الخمسون دولار حتى تسلوك أرباحك فما تنقل على عندما تقوم بتغيير أي شيء هنا تقوم بالنقل على إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو لا تدخلوا عليه بالاشتراك في القناة ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله